اشتركوا في القناة الرسول يحلل الحرام يعني مفاجأة تخيل يا مارينا الرسول بدل ما يحرم الحلال عند الكفار يحرم الحلال يعني لو الكفار بيعمل حاجة غلط هو يحرمها هو اللي بيخل العكس بقى لو في حاجة حرام يحللها هو اللي يحللها وهنشوف دلوقتي في صحيح مسلم كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه الى ان يأتي امرأته او جياريته فيوقعها ده في صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيحة ثم نسخة ثم ابيحة ثم نسخة واستقر تحريمه الى يوم القيام يعني ما فيش حاجة كده بتقول تحريمه كله كلام يعني حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير ابن وكيحة كمل كمل عن اسماعيل عن قيس يقول ايه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء ممكن يكون ده عبد الله ابن مسعود ما نعرفش مين ليس لنا نساء فقلنا قال لا نستخصي فنهانا عن ذلك قال لا 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 ما تستخصوش ثم رخص لنا رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل يعني ايه الى اجل بساعة اثنين ثلاثة يوم يومين اجل يعني معاد 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 ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين السؤال هنا ناس في جيش ورحين غزوة اه ايه خلاص دلوقتي يا مارينة واحد ممكن بيسافر برة بالسنة وبالسنتين اه يعمل ايه دولة رحين غزوة يومين ثلاثة ولا اربعة ايام الستات بتوعنا مش موجودة نعمل ايه انا عايز اقول اللي بيسمعون يعني لو في الجيش المصري لو واحد راح الجيش وقال للقائد اللي نستخصي هياخدوه عادي هما هما اللي هستخصوه هياخدوه مالا حبيبي تعالى ايه اللي انت عايزه يعني القائد تعالى حبيبي مالا حبيبي تعالى قال له قال له نستخصي يا سيادة القائد يقول له حاضر من عنا احنا اللي حنغصيك مالا فأيه يعني بيحددوه بايه قال نستخصي يا رسول الله ما بيبقى يومين تلاتة ولا سبوع ولا حاجة اقول لك برضا هو خافي خافي يعملوا في نفسهم كده تعالوا تطلعوا معايا اخذوا تبوك تغنبوا بنات الأصفل انه غنبوا لبنات ولا بتعمل خلاص ما خلاص احنا عادين زي خبت يعني هو خاف ما يطلعوش معا تاني لو عملوا كده بيهددوه قال نستخصي يا رسول الله قال له لا لا استنوا استنوا ما أحب للك وإيه ولو روحنا يا أيها لازين اعملوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم تفسير هايلاقي فيها نفس الكلام بالضبط كده فأنا فأنا اللي مستغرباله على الاستخدام التحديد بيهددوه بيهددوه ومارينة الموضوع الغزوات وبتاع ما كانتش بتاخد بالسنة والسنتين على فكرة ده كان يهجم ده في حرب حرب ستة وسبعين سبعة وستين والحاجات دي كانوا بيعودوا بالسنين الطويلة في جيش طبعا وكانش بيشوفوا ما مشتش أهليهم بالسنين الطويلة ما قالوش للقائد اللي مستخدم حدش أهل كده ولا يقدروا فأخدش انطقها خلينا نروح لصحيح مسلم كتاب النكاح باب النكاح المطع وبين أنه أبيحة ثم نسخة ثم أبيحة ثم نسخة واستقر تحريمه إلى يوم الخيامة بيقولنا كده حدثنا عن عن احنا نتكلم على طول يقول كده قدم جابر قال عطاء قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر يبقى تنسخة إزاي إمتى نسخة وبعدين احنا مبدأ المبدأ نفسه انت ازاي بتحلل حاجة حرام يعني لو نسخة تبقى هي حرام أيوة ما هو قالك وبيحت ثم نسخة وبيحت ثم نسخة وبيحت ثم نسخة طب نسخة ليه لو هي حلال وإلى الآن هما بيقولوا إيه ده حرام نكاح المتعة حرام ده حرام ده زنة ما هو نكاح المتعة بس ممكن الناس ما تعرفش نكاح المتعة ان انت بتروح مع واحدة بتكتبه عقد بمدة بتمن بتمن معين زي لما تروح بيت دعيرات 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 بتروح برضو بتدفع لها بوقت معين معين صح هو نفسها ايه الفرق بين الدعيرات اقولك الفرق ايه ان رسول الله عمل عليها ختم كده شرعي ان يدون عند الله شرعها قننها ده عمر ما كان جواز طبعا الجواز راجل واحد واستمرار راجل واحد لامرأة واحدة ويكون ربنا هو شاهد على هذا العهد اللي بينهم ودي تكوين الاسرة ودي النواة الاساسية لتكوين المجتمع والاستقرار والاولاد لكن ايه نكاح المتعة زي يعني كده الزنا الزنا زنا بشارع الله اه زنا بشارع الله فالرسول الاسلام عمل ايه ابحة وبعدين حرامها وابحة لكن الناس كانت بتعمل نكاح المتعة بيقولك الا ايه استمتعنا فرحض الرسول وابو بكر وعمر عارفة ليه مارينا لاني ما فيش دليل واحد بيقول انه تم نهي او آية نزلت وقالت نهينا عن نكاح المتعة وكمان الشيعة الى الان بيعملوا بيعملوا لما نكلم الشيعة من المتعة يقولك ايه ربنا يشرحها طيب شرحها فين يقولولنا في ايه نساء 24 طيب نقولهم بس نسخت هاته الدليل هاته الدليل انها هاتنسخت وازاي فيه ناس الى الان يعني بيتبروا مسلمين اللي يروح يحجوا ويقولوا الكرآن زي ما انتا بتقولوا وبيعملوا حاجة زي كده فاذا لو هي بتتنسخ فعلا يبقى هو حل الحاجة حرام وده زينا ازاي رسولي حلل الزينا انت تاخد واحدة تاخد واحدة وتستمت معها طب نرجع للنقطة دي لو سألنا المسلم المسلم السني ايه رأيك في الزينا ايه رأيك في المتعة يقول لنا زينا طب ايه رأيك ان انا سألت مرة واحدة شعية قلتلها اخبار المتعة عندك ايه اما تقعد تشتمن طب ايه مش حلال طب هو احنا مش بنعمل وجوزها طلعلي بقى ويكلمني ولأ احنا مش بناء طب لو هو حلال صح خلينا عرض حديث كمان في سهية مسلم كتاب النكاح ده النكاح المتعبان انه ابيحة ثم نسخة ثم ابيحة ثم نسخة واستقر تحريمه الى يوم القيامة بيقول لنا كده ايه كنا نستمت برضو قال سمعت جابر ابن عبدالله يقول كنا نستمت بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عمر في شأن عمر ابن حريس يعني عمر هو اللي نسخ عمر هو رسول الله الخليفة يعني رسول الله يعني هو اللي حتى المؤلفة كلوبهم اسقط سهم المؤلفة كلوبهم واسقط سهم في العمر رماده قال لك خلاص ما فيش حد القطع اليد عمر كان مشرع يعني فقال لهم لا خلاص نسخ كما انت كانوا في عهد الرسول وبعد ما الرسول مات كان في عهد أبو بكر بيعملوا نكاح المتعة وبعد ما أبو بكر مات وتجهها عمر خليفة كانوا بيستمتعوا برضو الغات لما حصلت لهم بحدثة الغات ما عمر قال لهم لا طب انت مين يا عمر انت مين أصلا انت مين عشان تحرم وتحلص بالزبط يبقى إذن الحرام كان مستمر لغاية عمر نعم طيب بص يا مارينة في حديث بيقول إيه في صحيح البخاري عن جابر الراوي جابر ابن عبد الله وسلم ابن الأكوع بيقول إيه كنا في جيش فأتنا رسول رسول الله رسول رسول الله يعني واحد بعثه رسول الرسول فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي زئب حدثني إياسي ابن سلم ابن الأكوع عن أبيه عن رسول الله أيما رجل وامرأة توافق فعشرة ما بينهما تلات ليالي جيرلي فريند وبي فريند يعضوا يعشروا مع بعض يعشروا بعض تلات ليالي فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك فالراجل بيقول فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة يبقى إيه الرسول بيقول كده بعت لنا وقال لنا يا جماعة أي اتنين مع بعض يكملوا مع بعض تلات أيام مين اللي بيكلم كمل تلات أيام ده غير جيرلي فريند هو ده جواز لا الجيرلي فريند والبي فريند مش كده على فكرة الجيرلي فريند والبي فريند بيبقوا مستمرين مع بعض يعني من صاحبين مع بعض هيعودوا على طول أي مش تلات أيام ومش محددين مدة مش تلات أيام وإحنا هنقعد مع بعض تلات أيام ونسيب بقى ده فيش كده أنضف من لا أنا ضد دي وضد دي إحنا كلنا ضد كل حاجة بس على أقل فكرهم هما لأن المسلمين هيمسكوها عليك ويقولك أنضف لأ أنا بتكلم على أقل هما مش بيكون في نيتهم إحنا هنزني تلات أيام ونمشي لكن ده ضعارة ضعارة يعني تلات أيام فإن أحب لو أحبوا بجربوا بعض واتبسطوا يكملوا يزودوا يومين يزودوا أسبوع يزودوا عشر أيام أو يتترك لو قالوا لا الموضوع عم مش نافع معنا يسيبوا بعض فما أدري أشيء إن كان هو الرجل ده بيقول هل ده كان لنا خاص ولا عام وزي ما قلت صحيح البخاري وإن نحط الكلام ده لو جينا في الشرح بقى في هذا الحديث عشان بس المسلم ما يفكرش إن إحنا عم نشرح من عندنا بيقول إيه يروي جابر ابن عبد الله وسلم ابن الأكوع رضي الله عنهما إنهم كانوا في جيش يخزونا خارج المدينة وصي المسافة مش كبيرة ما كانوش مثلا في استراليا ما كانوش في انجلترا لا ده كان خارج المدينة فأتاهم رسول من عند النبي وأخبارهم إنه قد أذن لهم بالاستمتاع وهو زواج المتعة أهو ويخبر سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أيضا أن النبي أخبارهم إن الرجل والمرأة إن اتفق على نكاح المتعة مطلقا من غير ذكر أجل يعني دخلوا مع بعض ما قالوش ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ما فيش أجل ماشي فإن العشر بينهما تكون ثلاثة أيام وبعد الثلاثة أيام إن أراد أن يكملوا تتزايد في المدة زادوا فيها باتفاقهم وإن أراد عدم الإكمال والتفرق فإن لهم ذلك قال سلمة رضي الله عنه بعد ذكرى هذا الحديث أنا مش عارف ما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة أي إنه لم يكن يعلم هالجواز المتعة كان خاصا بالصحابة فقط أم إنه كان عاما للناس جميعا إيه رأيك رسول أنا عندي تعليق في الموضوع ده إن أنت كمسلم ما تبصش على نكاح المتعة إن أنت كرجل أو كرجال كانوا على أيام الرسول هما اللي بيعملوا كده ده رجال ونساء مسلمات بالظبط كانوا بيستمتعوا ثلاثة أيام يجربوا وحايدين أسماء نفسها قالوا له اسأل أمك يا زبير روح اسألها لا زبير جزهة عبد الله ابنه اسأل أمك روح اسأل ممتك فهي كانت بتقولي نعم كنا نستمتع على عهد رسول الله عادي اعترفت عادي إحنا نستمتعنا أيوة أيوة يا حبيبي ما فيهش حاجة ما فيهش حاجة يعني قالوا له روح اسأل أمك فالستات كانت بيستمتعوا أنا عايزة أقول أن أنت ما تبصش أنا راجل ممكن أعمل كده ما فيهش حاجة كانوا بيستمتعوا من النساء المسلمات مارينا هو ما يجيش مخه النساء ما يجيش مخه أنا عايزة ألفت نظره أن النساء المسلمات كانوا بيعملوا كده كانوا برضو بيستمتعوا كانوا بيستمتعوا بالنساء المسلمات والمسلمات يعني إله الإسلام أو أصول الإسلام شرع عليهم كلكوا استمتعوا مع بعديكم عادي ثلاثة أيام وأنا عايزة أسأل سؤال في الحتة دي برضو بشوية طمر بقبضة من الطمر بقبض الطمر يعني هو ده أخذي الفرق بينها وبين واحدة بتشتغل الشغلانة دي وبتاخد مبلغ مقابل أن الرجل ده يعمل كده هو بصي هقولك حاجة هو يعني مش موضوع الحلقة لكن في الفقه الحنفي ويعني كتب تانية كتير في حاجة أسمع يعني اللي عايز يبحث في الموضوع ويدور ورايا لأنه إنت ممكن تتفاجئ بالله أنا أقوله في حاجة أسمع المستقجرة للزنا مستقجرة للزنا استشهده بست كانت رحت لعمر وقالت له ده أنا راعي لقيني وحس لها ثلاث حسات من الطمر وبعدين وطقها فرح قال لها إيه أعيدي تاني رح تقالت له رح قال إيه مهر 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 كبرة وقال مهر 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 ومن هنا استنبطوا حاجة اسمها إيه المستقجرة للزنا إن تدفع لها خلاص وقع عنك حد الرجم أو الجلد طالما أنت دفعت فالمتعة مقابل الدفع تعمر بقى مش تعمر أي حاجة خلينا نشوف كمان في سورة النساء الـ 24 بتقول فما استمتعتم به منهن فقاتوا هن وجوروا هن فريدة ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعض الفريدة إن الله كان عليما حكما هنا تفسير الكرتب بيقول إيه وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وقبي وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى آجة المسمى فقاتوا هن وجوروا هن يعني الآية كانت كده يعني الآية إيه كانت فيها كلمة إلى آجة المسمى مين بقى شال آجة المسمى دي؟ هم هم شالوا لأنها كانت اللي بيكتبوا الكرآن كانت بتتكتب كده وطبعا إنت لما تيجي تقرأ بعد كده ثم نهى عنها النبي وقال سعيد نسختها قالت المراس إذ كانت المتعة لم يراسها فيها وقالت عائشة تحريمها وعنها سخاها في الكرآن فين مش عارفين وذلك في قوله والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم ملكة أيمانهم غيرهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملكة يمين طب النطعة مش نكاح ولا ملكة يمين طب إيه أقول لهم اسأليهم إيه طب إيه اسأليهم يعني إذا كان المتعة ليست نكاحا يعني بين قصين زواج ولا ملكة يمين حد يرد علينا يبقى لفتار الثالث معنى هي يعني كان فيه كتاب وحي من عند الله مكتوب فما استمتعتم به من هن فأتهن أجرهن إلى أجل مسمى يبقى الله كان بينزل كده آية مخصوصة عشان تروح تزني بيها الوقت معين آه يعني هل دا يعقل هل تصدق يا مسلم هل تصدق أن فعلا الله يؤمر بالزنا هي دي زنا 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 رسمي نظمي صح يا مارينا زنا وربنا مستحيل يحلل نجاسة دي نجاسة طبعا ده زنا بالظبط ربنا ما يحللش نجاسة يبقى الرسول هو جاي بكل الكلام ده من عنده علشان الشعب بيمشي أموره بيمشي أموره عشان الناس ما تسبه عشان يكمل الخطة بتاعته ولا أنا غلطانة عموما يا مارينا أنا بشكرك جدا على الحلقة الحلوة دي ونشكركم أعزائي المشاهدين وتاني الرسول يحلل الزنا الحرام أوه يحلل الحرام حرام وزنا والبداية في الحلقة وشكرا جزيلا ونشوفكم في الحلقة القديمة من الإسلام تحت المجهر اشتركوا في القناة